اشتركوا في القناة وسعادة الدكتور علي بن فضل البعنين النائب العام الذين رفعوا لجلالته التهانية والتبريكات بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها العزيز ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان وقد باد لهم العاهل المفدى يده الله التهانية بحلول العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة على المملكة بالخير واليمن والبركات وأعرب صاحب الجلالة رعاه الله عن شكره وتقديره لرؤساء الهيئات القضائية على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب خدمة للوطن والمواطن وتحملهم المسؤولية والأمان لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون وأكدنا الدور الهام الذي تضطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين ماضية في نهجها القويم ورسالتها الإنسانية النبيلة في نشر وترسيخ قيم التسامح والعدل والمساواة والسلام والعيش المشترك متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد اشتركوا في القناة